بين العراق وإيران رسمت حدود البلدين عام 1937 حينها اعترفت الدولة الجارة بعراقية شط العرب حق هو إذن لا جدال فيه تماما كما هو الحق في نهري دجلة والفرات لكن دجلة حزين وأهله عطاشة فبعد اعتراف قديم يأتي تصريح جديد على لسان وزير الموارد المائية ببلوغ الإطلاقات المائية من إيران إلى الصفر يكشف مركز الروابط للبحث والدراسات الاستراتيجية تفاصيل الكارثة التي تفعلها إيران في مصير الشعب العراقي نتيجة الاعتداء على حقه المائي حرب مياه تجفف فرص الحياة سيما في ديالة المتضررة من تجاوزات إيران على دجلة وبناء السدود تجاوز واعتداء على المياه العراقية لا تحترم فيه طهران المواثيق الموقعة مع العراق إيران لم تتوقف عند هذا الحد بل بحسب المعلومات الصادرة من المركز فإنها نفذت مشاريع الري الحديثة على طول الحدود الغربية مع العراق بهدف مضعفة حجم المنتجات الزراعية الإيرانية أربع مرات وقد أعلنت إيران عام 2019 عن خطط لبناء 109 سدود على مدار عامين تقريبا تقول مادة وحدة الدراسات الاقتصادية في مركز الروابط إن اللجوء إلى التحكيم الدولي في باريس أو للعدل الدولي سيحرج إيران لأن عدم التزامها ببنود اتفاق ضمان التدفق الطبيعي للأنهار تجاه العراق يمنح الأخير الحق في تنفيذ البند المتعلق بشط العرب وهو العودة إلى وضع ما قبل عام 1975 والسيطرة الكاملة عليها كل الحلول مطلوبة وممكنة يقول لسان حال العراقيين بغية الوصول إلى حل جذري يمكن العراق من حفظ سيادته على كل شبر من أرضه ومنح شعبه حقه في الماء والنفط والكهرباء ترجمة نانسي قنقر